بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شوفي المرسلين السلام عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حيث سوف نتعرف على واحدة من الأسرار التي موجودة في الويندوز والتي تجعلنا دائما لا نستفيد من درجة وضوح الشاشة بشكل جيد فلديك إمكانيات في حاسوبك يعني شاشة جيدة ودرجة وضوحها جيدة لكن بعض الإعدادات التي تأتي مع الويندوز تجعلك لا تستفيد من هذه الخاصية أحبابي في الله في هذا الدرس سوف ندخل إلى هذه الأداة ثم سوف نقوم بتغيير بعض القيم وأكيد مما لا شك فيه سوف تشاهد فرق كبير وكبير جدا فسوف تستطيع مشاهدة الفيديوهات والصور وأيضا خراءة نصوص يعني إلى غير ذلك بدرجة وضوح كبيرة جدا أحبابي في الله بالتالي فاضغط فقط على زر الويندوز في الكيبورد زائد حرف R تشاهدون في الصورة ثم قم بكتابة DCCW كما سوف تشاهدون ثم اضغط على انتر طبعا هذه الخاصية يجب عليك دائما أن تقوم بتطبيقها في كل مرة قمت بتثبيت يعني ويندوز جديد على حسبك لأن كما ذكرت الويندوز يأتي بهذه الإعدادات الإفتراضية التي لا تجعلك تستفيد من هذه الخاصية وقد شرحت مجموع من الأسرار يعني في دروس الويندوز التي أدعوك يعني الرجوع إليها درسين حول أسرار الويندوز سوف تستفيد منها وأيضا هناك إن شاء الله دروس قادمة يعني طويلة في هذا الخصوص بالتالي فتقوم بالضغط على النيكس ثم اضغط على النيكس ثم اضغط على النيكس وهنا نقطة مهمة جدا عليك سحب يعني هاته لا أعرف إذا كنتم تشاهدون بعد سحبها تشاهدون أن يعني الشاشة تتغير وبالخصوص يعني لاحظ الكتابة فيعني تكون أكثر وضوح فسوف تشاهد هذا الأمر بالعين المجرد الحين أنا شخصيا أسجل بعد أن تسحب يعني الشريط إلى الأسفل اضغط على النيكس ثم اضغط على النيكس اضغط على النيكس نيكس 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 هنا يعطيك على الاساس مثلا تغيير بعض الألوان إلى غير ذلك جعلها تظهر بأشكال مختلفة يعني أكثر وضوح فيعني لا أنصحكم بتغيير يعني هاته القائمة ثم اضغط فقط على النيكس واضغط على النيكس يعني أو فينيش في الأخير اذا كنتم تغيير في الشكل يعني فسوف تضغط على النيكس نيكس 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 فينالي سار وهكذا سوف تشاهد بالعين المجرد أنا شخصيا الحين ألاحظ فرق كبير جدا فبعد أن تقوم بتطبيق هذه الخطوات سوف تشاهد طبيعة الحال بأن شاشة حسوبك أصبحت أكثر وضوح يعني فلاحظ أنك عندما تقوم بالدخول إلى بعض المواقع عبر الانترنت سوف تشاهد بأن الكتاب أصبحت واضحة يعني درجة سطوع الشاشة أصبحت واضحة وأيضا الفيديوهات التي تشاهدونها يعني سوف تشاهدها أكثر وضوح والصور إلى غير ذلك فهذه من بعض الأسرار التي موجودة في الويندوز والتي أدعوك لتغييرها حالا إذا كنت تريد الاستفادة من هذه النقطة وكما ذكرت سوف تشاهد فرق كبير جدا هناك أيضا درس سوف يكون حسري خاص بهواتف الأندرويد يعني سوف أشرح لكم طريقة سوف تجعل أيضا درجة وضوح يعني شاشة هاتفك بشكل خرافي ينتظروا هذا الدرس في هذا الأسبوع بحول الله لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو الفيديو الفيديو لبقونتك لخمسة بونتقومة لإماما بلسفاتنا على الفيسيبوك فيسيبوك كونتهم سلاشوحة 1981 فول أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات في أمان الله